موسيقى المقطع حبيت اقول لكم انه فيه قيفاوي بسيط جدا عن 20 دولار طبعا انتو تستاهلون اكثر من 20 دولار لكن زي ما يقولون بداية الغيث قطرة وان شاء الله في المستقبل راح تكون فيه مبالغ ضخمة جدا زي اللهب عشان تخش في القيفاوي كل اللي عليك انك تشترك في القناة الاشتراك في القناة جدا ضروري والشي الثاني انك تكتب اي تعليق في خانة التعليقات لهذا المقطع اي تعليق ولا تنسى في نفس التعليق انك تكتب طريقة للتواصل معاك في حال انك فست طبعا الجيفاوي راح يستمر الى يوم الخميس الجاي وان شاء الله يوم الجمعة راح نعلن عن الفائز طيب خلونا نتكلم عن مقطعنا اليوم طبعا في مقطع اليوم راح نتكلم عن لغز او زي ما يعرفوا البعض وين قافن صراحة هذا اللغز جدا جدا رهيب فرح نفصل فيه ونشوف ايش وضعه ورح نذكر بعض التفاصيل عن قافن ولغز قافن فيلا نخش في المقطع طبعا اتوقع فيه نسبة كبيرة جدا منكم قد سمع عن موضوع قافن او مثلا كان يمشي والله في امان الله الا فجأة يسمع قافن طبعا هذا الشخص تحصل فيه اماكن عديدة جدا وايضا تحصل فيه مدن كثيرة وفيها تحصلوا يبحث عن صديقه قافن طبعا فيه مجموعة كبيرة من الاشخاص بدوا يبحثون فعلا عن قافن وين اراضيه وهل هو فعلا موجود في اللعبة طبعا على حسب موقع المعلومات عن شخصيات ريدت ريدمشن 2 هذا الشخص اللي يصرخ قافن قافن هو اصلا صديق قافن المقرب منه وعلى حسب نفس الموقع هذا الشخص تحصل في عدة مدن اهمها السان دينيس ومدينة رودز وايضا تحصل في منطقة روي نوريج منطقة المورفيز طبعا اذا قابلت هذا الشخص اول مرة رح يدور بينكم حوار تعالوا نسمع سويا التنفيدي يدور dessus ث permετε jer is ناس بابش اه اه تباد جاووووووو Economic امين طبعا زي ما شفته فعلا هذا الشخص يبحث عن صديقه جاوو وأسألكيي أرثور مورغن وين جافن هل شوووو? لكن ارثر مورغن قال ما شفت اي قافن طبعا من الحوار اللي دار بين ارثر وهذا الشخص نقدر نستنتج انه فعلا قافن ضايع طبعا انا لحكت ورا هذا الشخص قلت ممكن انه لو انا اتبعته رح يحصل قافن او انه في نهاية المطاف رح يحصل قافن لكن للاسف ما في اي مؤشرات تدل على انه قافن موجود او انه رح يحصل قافن فقط فقط بين فترة وفترة رح ينادي قافن قافن وير اريو وين قافن قاف 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 ويدور ويحاول ويسأل هنا ويسأل هناك طيب اتوقع بعد ما عرفت انه هذا الشخص يبحث عن صديقه قافن جاك فضول كبير جدا ودك تعرف وين قافن صح ولا لا انا ودي صراحة اعرف وين قافن طيب عشان نكسب معلومات زيادة عن اللغز انت مخير بين امرين يا انك تقتل صديق قافن او انك تربطه عشان تاخذ اغراضه طبعا لما تاخذ اغراضه رح تحصل معاه رسالة والرسالة عنوانها من توم الى نايجل طيب من عنوان الرسالة نقدر نستنتج انه اسم صديق قافن هو نايجل ونايجل عنده صديق اخر اسمه توم طبعا محتوى الرسالة رح يكون كالتالي عزيزي نايجل انا جدا سعيد اني عرفت اخبارك وطمنت عليك ما يمديني اني اصدق انه انت وقافن اصدقاء المفضلين واصدقاء اللي كبرت معاهم وتربيت معاهم اصبحتوا الان اغنياء وكاوبوي ناجحين في امريكا هذه اخبار عظيمة احسنت صنعا احسنت صنعا انا كنت متأكد ضامن انه انت وقافن رح تنجحون بنسبة كبيرة جدا في امريكا شخصين من قرية متواضعة في بريطانيا الان اصبحوا واحد من اقوى المقاتلين في امريكا شيء عظيم جدا يا نايجل بما انكم الان اصبحتوا اغنياء ولديكم قصور واشخاص يخدمونكم ربما انا اتي واساعدكم اكثر ونعيش سويا نحن الثلاثة كالايام القديمة في قريتنا المتواضعة وبقية الرسالة فيها توم رح يتكلم على انه عائلة قافن ونايجل جدا جدا مبسوطين وفخورين بيهم وهذا هو محتوى الرسالة بكل بساطة طبعا من الرسالة عرفنا ثلاثة شخصيات رئيسية في اللغز اللي هو نايجل الشخص اللي يبحث عن قافن وعندنا توم صديق قافن ونايجل في القرية وايضا عندنا قافن الشخص الضايع طيب من الرسالة نقدر نرتب المعلومات ونقدر نستنتج القصة فتعالوا سويا الظاهر انه نايجل كذب على عائلة وعلى القرية كاملة حول تجربته في امريكا لانه في الرسالة قاعد يقول انه الشخص يعني ناجح وانه الان اصبح كاوبوي عظيم واسطوري وهو الان يعيش في قصور وحوله الخدم والمساعدين يلبون اوامره ويلبون طلباته واللي شايفينه حنا واللي ظاهر لنا انه نايجل ابدا ابدا ما عنده قصور ويعني ولا شيء من الكلام اللي قاله في الرسالة حدث له فعلا صح انه لبسه يوحي انه غني وفخم لكن زا منك يعني انت غني وفخم وعندك مساعدين يلبون اوامرك ليش بنفسك نازل تدور على غافين اذا كنت شخص فعلا قوي ولك نفوذ في امريكا ليش تطلب المساعدة من الغرباء اذا كنت شخص فعلا لك نفوذ وعندك مساعدين واشخاص يلبون اوامرك ليش ما تخليهم هما يبحثون عن غافين اذا كنت شخص فعلا مليونير وعندك فلوس الدنيا ليش ما تحط جائزة للشخص اللي حصل غافين بكذا رح تسهل المأمورية عليك يعني بدل ما شخص واحد يدور على غافين رح يكون عشرين شخص يدور على غافين وبكذا رح تكون اسهل عليك صح ولا لا يعني فعلا نايجل كذب على عائلته وعلى قريته وانه ابدا ابدا ماه غني زي ما شفنا طبعا هو لغز جدا جدا محير وما في العديد من التفاصيل الكبيرة عن اللغز طبعا تقدر تحصل نايجل بعد ثمانية سنين بجون مورستين ورح تحصل نايجل في منطقة البلاك ووتر والتول تريز وارمدلو ومكفارلين رانش تعالوا شوفوا معايا الحوار اللي دار بين جون مورستين ونايجل حظا زي ما باتظوط ح Där فتصال من ل invisible مجزول اه ليس terrible time اвой آه أرمدل لا أيتًا لا أثناء ما啥 رأي سألح juicy Hollبن ولكن لا أعلم جنيه الفرح مح acuerdo ا visualize اقربو أ Stunde س fireworks أنا مسرد فيها رأي لكن أنا لم ترد طبعا زي ما شفتوا نايجل باقي يدور على قافين وما حصلوا لحد الان يعني بعد ما مر ثمانية سنين كاملة هذا الشخص نايجل باقي يدور على قافين وما حصلوا لحد الان طبعا واضح واضح انه نايجل بدأ يتجنن وتجيه حالة نفسية متقدمة وبدأ يستوعب انه مستحيل يحصل قافين صديقه الصدوق بل انه وصل لمرحلة انه صار يدور على قافين لكن ما يعرف شكله يا رجل هذا الشخص وصل مرحلة متقدمة ومرحلة اخيرة من الجنون والاخبطة طيب خلونا نتكلم عن النظريات اللي حول موضوع قافين ويش وضعه وين فعلا قافين طبعا هي في الاول والاخير تبقى نظريات يعني ممكن تكون صحيحة وممكن تكون خاطئة اول نظرية انه قافين يكون فعلا موجود في عالم Red Dead Redemption 2 ولا زال موجود فيه ومخبأ في مكان معين وانه لازم اللاعبين يبحثون اكثر عن قافين عشان يحصلون وهذه اول نظرية النظرية الثانية انه قافين اصلا ماهو شخص حقيقي او بمعنى اخر انه قافين ماهو انسان اصلا يعني ممكن يكون حيوان او حيوان اليف او دمية او حصان او حاجة زي كذا واللي قوي هذه النظرية انه مافي مؤدي صوت في الكريديتس بشخصية قافين كل الشخصيات الموجودة في Red Dead Redemption 2 لها مؤدي صوت ومؤدي الشخصية الا شخصية قافين مافي مؤدي صوت لها لو قافين كان فعلا انسان في اللعبة كان شفنا اسم مؤدي الصوت لهذه الشخصية ومؤدي الشخصية بالكامل في الكريديتسينز النظرية الثالثة انه قافين يتنقل عبر الزمن طبعا كلنا نعرف انه تنقل عبر الزمن موجود في Red Dead Redemption 2 وفي احد المهمات تحديدا في مهمة فرانسيس سينكلير وفرانسيس سينكلير يعتبر متنقل عبر الازمنة طبعا لما تجي لفرانسيس سينكلير راح تحصله هو وزوجته بعدها راح يطلب منك بعض الاشياء لما تجيب له هذه الاشياء وترجع له مرة اخرى راح تحصل زوجته وراح تحصل معاها طفل لما تسألها وين زوجك فرانسيس سينكلير راح تقولك زوجي هو هذا الطفل طبعا لما تطالع في الغرفة اكثر راح تحصل فيها مجموعة من الرموز الغريبة ومجموعة من الاشياء اللي تدل على التنقل عبر الازمنة طيب بما انه تنقل عبر الزمن موجود فعلا في Red Dead Redemption 2 فهل نقدر نقول انه غافين انتقل عبر الزمن ممكن انتقل للماضي او الحاضر ولهذا السبب نايجل يعني دور له في جميع الاماكن ودور له لمدة ثمانية سنين ما حصله احتمال انه غافين انتقل عبر الازمنة احتمال موجود وقوي النظرية الرابعة انه غافين هرب من نايجل ويبغي يتخلص منه طبعا الاحتمال موجود لانه زي ما شفنا نايجل شخصيته جدا جدا غريبة وافعاله غير مبررة يعني ليش يعني تكذب على عائلتك وعلى قريتك وتقول لهم يعني انك الان عايش في قصور وانه في خدم يخدمونك وعندك يعني مساعدين واشخاص يلبون اوامرك بينما انت اصلا وضعك جدا سيء ليش فاحتمال انه غافين هرب بسبب افعال نايجل احتمال موجود وقوي النظرية الخامسة انه غافين رجع للوطن ورجع للقرية عشان يحذر سكان القرية من الذهاب لامريكا لانه الامر بخلاف الشيء اللي قاعد يوصفه نايجل يعني نايجل قاعد يقول انه امريكا جدا جدا سهل تعيش فيها وسهل تصير مليونير فاحس انه غافين رجع لوطن ورجع للقرية عشان يحذرهم من الذهاب لامريكا لانه الامر بخلاف ذلك بشكل كامل وانه اصلا نايجل يعيش حياة سيئة جدا هذا احتمال قوي جدا النظرية السادسة انه روكستار حطت لغز غافن بدون حل زي لغز جبل الماونت شليد في جي تي اي في كان بدون حل طبعا لحد الان ما في اي شخص حصل غافن وانا في هذا المقطع جمعت لكم جميع المعلومات عن غافن ولغز غافن واذا نزلت اي معلومات جديدة عن لغز غافن رح اغطيها لكم بشكل كامل طيب شاركونا في خانة التعليقات اعراءكم عن لغز غافن وايضا اعطونا اعراءكم عن النظريات اي نظرية تحسونها الاصح والاقرب بالنسبة لي انا صراحة اشوف النظرية الخامسة هي الاقرب والاصح شاركونا يا لهبيين طيب ابكدو صلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هيد من غافن يدمر لكم الجبهة تدمير شامل يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة